موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين اختتام الدورة البرلمانية الأولى لسنة 2016 بنوكشوط ورئيس الجمعية الوطنية يشيد بالحرية والمسؤولية التي طبعت جلسات الدورة موسيقى الوزير الأول يقول إن النظام الموريتاني لا يمكن أن يتهم بمحاربة القرآن ويدعو إلى عدم تسييس المحاضر والمعاهد القرآنية موسيقى النائب البرلماني القاسم البلال يقول إن 60% من مشاريع الحكومة يعيق تحقيقها عدم قدرة ونزاهة المشرفين عليها موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة اختتم البرلمان الموريتاني دورته الأولى العادية للعام 2016 والتي استمرت شهرين وقال رئيس الجمعية الوطنية محمد لبيليل إن هذه الدورة شكلت فرصة للتعاطي الإيجابي بين الموالاة والمعارضة في جو تطبعه الحرية والمسؤولية بعد مضي شهرين كاملين من العمل البرلماني المتواصل ها نحن نطوي صفحة الأخيرة من هذه الدورة حيث كنا نواصل العمل عبر مجلس الأرواساء ومكتب الجمعية الوطنية واللجان المتخصصة والجلسات العلنية لنناقش ما لدينا من مشاريع القوانين ونصل إلى نتيجة نهاية بالإجازة أو التعديل طبقاً للدستور والنظام التاخلي للجمعية الوطنية وعلى مستوى الرقابة على عمل الحكومة فقد قدم بعض من زملائنا سيرة شبهية لبعض الوزراء وتمت مناقشتها بأسلوب ديمقراطي وأشاد ولبيليل في كلمته الختامية للدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2016 بمشاريع القوانين التي نوقشت وصودق عليها وأكذا المساءلات التي قدمت لعدد من وزراء الحكومة الموريتانية تميزت هذه الدورة كذلك بمصادقتنا على مزانية 2016 وقد ناقشناها بندًا بندًا ولحن ما تميزت به من التخصيص مبالغ طائلة بمحاربة الفقر ودعم قدرة الشرائي للشرائح الضعيفة ومحاربة مخلَّفات الرق مما يُبرِّر مصادقتنا عليها بنسبةٍ تزيد على زماني وتسعين في المئة من الأصوات وإذ أعلنوا على بركة الله اختتام الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2016 طبقاً للمادة 56 من الدستور فإني أقدم لكم شكري وتقديري على ما تحليتم به قال الوزير الأول الموريتاني أحياء الحدمين إن النظام يسعى إلى تحصين المحاضر وتعزيز مكانتها داعياً إلى عدم إدخال القرآن في الصراعات السياسية وأضاف والحدمين في كلمة له أمام نواب الجمعية الوطنية أن الترخيص للمعاهد المغلقة لا يتطلب أكثر من أسبوع وإن المطلوب منها تقديم ملف للجهات الإدارية ومتابعته معها السلطات المعنية المكلفة بهذا القطاع قامت بإياك أنها تنظموا وخرصت جميع المعاهد اللي عادوا عندهم طابع أعلنهم عادوا مؤسسات اللي منهم تخرص اللي منهم عنده ترخيص وذول اللي انجبر عندهم ترخيص يتابعوا حملهم وذول اللي منهم ما انجبر عنده ترخيص وعلق منظرك أمني يعدل الإجراءات اللازمة إياك أنه يحصل على ذلك الترخيص والترخيص تعداله بهسير بهذا اللي مطلوب فيه المنهج اللي يقرأ وذل اللي قرره ومصادر التمويل به اللي هو عاد عنده حد عاد قال عنده معهد وعنده تلاميذ ويتقضاه بعض 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 الأموال وفارض عليه مني مني نعرف ذلك التمويل جاي وهذا يقد حد يمليه في شماية الحق ساعة ويطرحه عند عند الدارة المحلية إياك أنها ويتابعوا وفي شماية الحق أسبوع يقد يوفي جميع إجراءاته وأضاف والحدمين أن النظام الموريتاني لا يمكن أن يتهم بأنه ضد القرآن وأن ما قيم به يعتبر دفاعا عن الدين والهدف منه أن تبقى هذه المعاهد والمحاضر على ذات المنهج القرآني الخالص داعيا إلى عدم تسييس هذا المجال وأن يبقى فوق الجميع موالاة ومعارضة هذا ما هو منهضاء لاهي يقد ترسكوا شيء يتعلنوا ضد الدين الإسلامي ولا ضد القرآن هذا اللي يعدد دفاع عن الدين إياك أن هذه المعاهد اللي بالنسبة لنا وهي والمحاضر حصانة للقيم وحصانة ضد الأفكار الوافدة إنها يؤكد إعلنها لا يتمع لهذا السير اللي هي عليه وإذا ظاهر اللي اعلنوا ميارة الناس تفهموا كاملا ويعرفون أن هذا ما هو مجال يسيس ولا يدخل في السياسة ولا يشخص بها بعض الجماعات ولا شيء إن هذا شيء فوقنا كاملين وإلا عاد شيء ميارتنا نعودوا متوافقين عليه ما قدوا نتخالفوا عليه هذا هذا ميارته يعود شيء من ثوابتنا من ناحية أخرى قال نائب البرلماني عن حزب تجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل سلام العبدالله إن الموريتانيين لن يسمحوا بالمساس بأمنهم القومي وإن إغلاق المحاضر يعتبروا في أولويات أمنهم وقال العبدالله في مداخلة بالجمعية الوطنية إنه مستعد لفداء القرآن الكريم في حال استمرت مضايقة القرآن وذلك عبر تنحيه عن وظيفته والانشغال بتعليم القرآن للناس سيد الوزير قل لي وزرائك ولنفسك من قبلهم إن أهل موريتاني كل شيء يتحمله ويتعماه عنه يكون تهديد الأمن القومي والأمن القومي عند أهل موريتانيا هو المحاضر والمساجد والدعاة إليهما وذلكم ما يقرَّى لكم وتعرفوا عن النظام الماضي اللعطة عشرين سنة وبطش ياسر من البطش انتزع الله ملكه حين ضايق الدعاة وحاول أن يحول بينهم وبين مساجدهم سيد الوزير إن من يريد أن يحول بين الدعاة ومساجدهم أو بين الدعاة ومحاضرهم كمن يريد أن يحول بين الرضيع ووالدته سيد الوزير أهل الدعوة لحومهم سامة وأنصحكم بعدم تناولها وعرف أن أبسط المنتسبين إليهم أنا دا الواقف قدامك اللي ما زلتم تعلم الإكلام فيه كنتم أحفو القرآن ولله الحمد ومستعد أن أفديه بنفسي ومالي ووظيفتي وإلا استمريت في كبير المحاور لا قدَّر الله سوف أكون محضرة متنقلة وإلا أحبستوني لا قدَّر الله نعود محضرة لأهل الحبس وإلا أدرتوني فيه زندانا فراديا أنتم كل ليلة نختم القرآن وندعي عليكم يعمل يقوم عليكم انقلاف وإذا مت في سبيل القرآن فتلك أماني مع أني أسأل الله العافية لي ولكم ولجميع المسلمين طالب النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الخليل والطيب طالب بالإسراع في حوار سياسي شامل تقدم فيه الأغلبية مزيدا من التنازل داعيا المنتدى إلى التحلي بإيجابية ومرونة أكبر وطالب والطيب من ضمن خمسة مطالب تقدم بها للحكومة الموريتانية طالب بإعداد استراتيجية وطنية لترقية وتعميم استخدام اللغة العربية في الإدارة العمومية وأجعل 2016 سنة للتعريب الإداري الكامل فإنني أتقدم إليكم بالمقترحات التالية واحد إعداد استراتيجية وطنية لترقية وتعميم استخدام اللغة العربية في الإدارة العمومية وأن تجعل من سنة 2016 سنة للتعريب الإداري الكامل ثانياً منح مزيدٍ من الأولوية لمعالجة رواسب الأسترقاق من خلال إعادة هيكلة وكالة التضامن ومنحها صلاحياتٍ أوسعة وإمكانياتٍ ماليةٍ أكبر وتحويلها إلى مفوضيةٍ سامية للتضامن والعدالة الاجتماعية ثالثاً إعداد خطةٍ عشريةٍ خاصة بمناطق أدواب والمناطق التي تشهد أخفض نسبة تمدرس وأرفع نسبة تسرب المدرس رابعاً الإسراع في قوار سياسي جامع نقدم فيه كموالات مزيداً من التنازلات كما فعلنا دائماً مهل تأجيلنا للتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ الذي صادقنا عليه قبل أمس وأدعو لإخوة في المتداء إلى التحدي بإيجابيةٍ أكثر وبمرونةٍ مع الابتعاد عن محاكمة النوايا خامساً التفكير جدياً في خلق إطار المؤسسي فعال تنصهر له جهود أضلبيةنا الرئاسية قال النائب البرلماني القاسم البلالي حوالي ستين بالمئة من مشاريع إنجازات الحكومة الموريتانية يعيقها ما سماه عدم قدرة ونزاهة المشرفين عليها وقال البلال إن بعض وزراء الحكومة يغالطون الرئيس والرأي العام الموريتاني بتقديم أرقامٍ وإحصائياتٍ غير دقيقة سيد الوزيرة الأول أنا وأهلني عن حكومة وزيرها والله وزراءها يعترفون أن مردها خاسرة ويمرق حد من عندهم ولا يطرشي عن هذا يخلعنا ويخلع لسياسة الرئيس ويخلع للي عدلتم المجهود كامل أنا ما أنا يناكر عن صلق المجهود يقال للمجهود المعدلة الدولة ستين في المئة منه تخسر بها قلة قدرة الناس اللي شارف عليها وبها قلت نزاهتها وقلت وضوحها ولول منها أنا كنتم معاونينكم إذا هم يعطوكم ديشي فرمان صالحين وأنا بعدها ما هم عجبني من فاتوا قالتوا الرئيس زمن اللي دراء بالمعلومات كاملة اللي قالوا له اللي عدلت الرئيس يقول إن قالوا عن العمال السليم عنهم ضدوا وعنهم معارضوا شهد العام 2015 العديد من الجرائم في موريتانيا طال بعضها الأنفس والأموال فيما شمل بعضها الآخر عمليات تهريب كشفت عما يصفه البعض بها شاشة الإجراءات المتخذة لمحاربة المخدرات في البلاد فيما تقول السلطات إنها اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة والوقاية منها نتابع أسدل الستار في الأيام الأخيرة من العام 2015 على أخطى الجرائم المنذرة بتفشي غير مسبوق لظاهرة الجريمة في البلاد فقبل ثلاثة أيام تقريبا من نهاية السنة حصل تبادل لإطلاق النار بين عصابة محترفة للسطو وقوات الدرك الوطني وتمت ملاحقة العصابة واعتقال أفرادها من بينهم إمرأة ومنتسبون سابقون لبعض الأجهزة الأمنية وقبل ذلك بأسبوعين كانت حادثة الهجوم الذي وقع بسوق العاصمة نواكشوت وأدى لمقتل التاجر خدوج بن عبد المجيد وهي تغرق محلها بالسوق وتهم بالمغادرة للمكان وكان الضالع في هذا الحادث لص من أصحاب السوابق مارس العودة للجريمة عدة مرات وتم إطلاق سراحه أكثر من مرة نتيجة تسامح من وقعت عليهم الجرائم أو بضغوط من نافذين وفي دار النعيم تكثر جرائم السطو من محترفين جريمة مستخدمين السكاكين كما وقع منتصف نوفمبر في الحي 16 عندما اعتدى مجرمون على بائع الرصيد وحاولوا سرقة نقوده مستخدمين السكاكين وفي مقاطعة عرفات قتل شاب باعتداء مماثل طعنا بالسكاكين البيضاء في محاولة لاستلاب ما لديه وفي مدينة فديريك وبيرموغرين عرفت المنطقة جرائم غامضة استهدفت أحيانا للمنازل بالحرق وأدت لمقتل شخص واحد وفي الأسواق المركزية بالعاصمة نواكشوت حدثت جرائم وسرقات استهدفت محلات تجارية لمواطنين ولم تتضح الجهات التي تنفذ هذه الجرائم وقادت إلى نهب أموال باهظة من مواطنين نتيجة ضعف وغياب العلاج الناجع والكفاح اللازم للجرائم وفي مجال جريمة تعاطي المخدرات ظهر خلال العام 2015 أن شريحة المدمنين والمتعاطين للمخدرات في التساع وظهر أنه ثمت استهدافا واضحا لشرائح المراهقين من أبناء المسلين في بعض المدارس الخصوصية الثانوية كما أن البلاد لا تزال من بلدان العبور التي تنشط فيها مافيا المخدرات حيث اعتقل تاجر مخدرات من ثنزويلا وصف بكونه من أكبر بارونات تهريب المخدرات في العالم كما اعتقل رجل أعمال رفقة آخرين وتم إطلاق سراحه بأوامر من نافذين في السلطة مما أدى لاحقا لإقالة المدعي العام لدى المحكمة العليا في نواك شوط مما أثار شكوكا جديدة في جدية السلطات وقدرتها على معالجة الملف الذي ظهر خلال السنوات العشر الأخيرة بمستوى من النمو والاتساع المستغرب وعقب هذه الجرائم تقول السلطات إنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتعزيز الأمن وضمان توقيف وإحباط كل محاولات المساس بالسكنة والأمن العام وجرت إعادة توزيع قطاعات الأجهزة الأمنية على مناطق ولايات العاصمة ووضعت القوات في مستوى من التأهب في جميع المنافذ والمداخل الحدودية إلى الشان الفلسطيني حيث قال خبراء متابعون لتطورات أحداث الانتفاضة الفلسطينية في وجه الاحتلال إن المعطيات أظهرت أن الانتفاضة الحالية لم تبلغ قوتها حجم وزخم الانتفاضة الثانية من حيث قوة العمليات إلى أنها فاقتها من حيث مساحة الهلع والخوف المنتشر في أوساط المجتمع الإسرائيلي الذي يعيش خوفا غير مسبوق رأى أكاديميون ومختصون بالشان الإسرائيلي أن انتفاضة القدس شكلت مفاجأة لتلابيب وعربكت حساباتها وقلبت أولوياتها وشيرين إلى أن عمليات المقاومة الفردية أثرت بشكل مباشر على مسار الحياة اليومية للإسرائيليين رجح هؤلاء أن تأخذ الأمور منحن آخر في عام 2016 فتتصاعد الانتفاضة وتتضاعف العمليات الاستشهادية كما حصل في الانتفاضة الفلسطينية الثانية وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة عدنان أبو عامر إن شعورا يسود في صفوف الإسرائيليين يفيد بأن الانتفاضة الحالية ستستمر لفترة طويلة ولأشهر قادمة لافتا لاحتمال زيادة المواجهات الشعبية الفلسطينية مع الاحتلال بدوره أفاد المحاضر في جامعة النجاح الوطنية أمر الجعارة بأن الانتفاضة أربكت الحكومة الإسرائيلية ومواطنها وأظهرت الاستطلاعات الآخرة أن نحو 80% من الإسرائيليين يعانون من هستيريا الخوف بسبب الانتفاضة وعن العكاسات الانتفاضة على الواقع الاقتصادي الإسرائيلي قال المحاضر الجامعي إن أصحاب الدخل المتوسط خسروا نحو 70% من دخلهم الأمر الذي دفعهم إلى الاعتصام أمام منزل نتنياهول المطالبة بتعويضهم عن الخساري التي لحقت بهم ورأى الباحث في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن الانتفاضة الفلسطينية الحالية أظهرت مدى تخبط المستوى السياسي والعسكري في التعاطم الأحداث من عكس على الثقة التي كان يمنحها الجمهور الإسرائيلي لساسته وجيشه ولفت أبو عواد إلى أن العديد من استطلاعات الرأي أظهرت تراجعا كبيرا في ثقة الجمهور الإسرائيلي بحكومتهم بسبب طريقة تعاطيها مع ملف الانتفاضة وفسلها في إدارة الملف وحول الانعكاسات النفسية لاستمرار الانتفاضة على الإسرائيليين أشار الباحث الفلسطيني إلى أن الانتفاضة تكلف دولة الاحتلال خمسة مليارات شيق شهريا أي نحو مليار ومائتي مليون دولار أمريكي مبينا بأنه رقم ليس بكبير لكنه مؤثر في ظل ما تعانيه إسرائيل من عجز في الميزانية الأمر الذي دفع الحكومة خلال إقرار المالية باختطاع المليارات من ميزانيات التعليم والرفاة نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها اختتام الدورة البرلمانية الأولى لسنة 2016 بنوكشوط ورئيس الجمعية الوطنية يشيد بالحرية والمسؤولية التي طبعت جلسات الدورة الوزير الأول يقول إن النظام الموريتاني لا يمكن أن يتهم بمحاربة القرآن ويدعو إلى عدم تسييس المحاضر والمعاهد القرآنية النائب البرلماني القاسم البلال يقول إن 60% من مشاريع الحكومة الموريتانية تعيق تحقيقها عدم قدرة ونزاهة المشرفين عليها يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشارات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية موجز إخباري بحولها دمتم في أمان اشتركوا في القناة